موسيقى موسيقى فكرة المشروع عموما هو أعطاء نصائح صحية لبعض الأسر والسيدات الأول بدأ المشروع ب88 مرشدة وتعمل مشلفات بعدين في شهر 4 زاد عدد المرشدات وصل 133 مرشدة و11 مشرفة الأول في بداية المشروع كان أغلبية المرشدات والمشرفات مش متقبلين فكرة أن هم يذهبوا الأسر لبيوت أو التعامل مع الأسر ما كانش زي دروكتي دروكتي عملوا علاقات وبغي يفيدوا للناس أكثر من الأول موسيقى استفدت حيات كتير يعني كنت بعض الحاجات ما بعرفهاش يعني فهم دلوني على الأسلوب الصح والسليم في حاجات كتير ما كنتش على دراية به يعني رأيت الدكاترة كويسة هنا في المستشفى وكويسين ليل ونهار نروح ويعني وكده موجودي قسمونا المجموعات وكل مجموعة لها مشرفة فالمشرفة قسمتنا المجموعات وكل مجموعة لها منطقة وكل منطقة قسموا الشوارع بتاعتها من دوم الأسرة جمعناهم نفرزوا سبعين أسرة مستهدفة تكون حامل أو نافس أو لديها أطفال أقل من خمس سنوات والسيدات في استخدام وسائل وبعدين قدمناهم سبعين أسرة بعد كده مجدنا نتابعوهم مرتين في الشهر وبرضو أنا تعرفت على ناس برضو جديدة وطلعت وشفت ناس جديدة برضو معلومات أنا ما كنتش أعرفها شخصيا تعرفت على مطقة بلدي يعني أهل بلدي أكتر دخلت بيوت في بلدنا وتعرفت على الحالة الاجتماعية والحالة الأسرية وحالات كتير استفدت من المشروع استفادة مادية بالنسبة لي الشخصية وكمان السيدات استفادوا من حيث اذهب للمستشفى وتحويل بعض الحالات اللي بتكون راحة مثلا تطعيم تنظيم أسرة موسيقى